وجه غبطة بطريارك الكلدان روفايل ساكو رسالة تضامناً إلى كبير إساقفة كيف للروم الكاثوليك تمنى فيها السلامة للشعبين الأوكراني والروسي وقال في رسالته إننا نتابع ما يحدث في بلدكم ونشعر بشعوركم وقلقكم ومخاوفكم تجاه المستقبل لأننا عشنا في العراق حالة مماثلة وأضاف لا شيء يمكن أن يبرر حدوث الحرب لأنها ليست حلاً للمشاكل بل تزيدها تعقيداً وتخلف أثاراً سلبية في حين أن الحوار الصادق والهادئ بين الشعوب المحبة للسلام هو الطريق الوحيد لحل المشاكل ما دامت هناك فرصة للحوار وختم غبطته إننا ننضم إليكم وإلى شعبكم في الصلاة والرجاء آملين عودة السلام في بلدكم والعالم أجمع